نروح لموضوع تاني والموضوع للأسف بيهدد مئات الألاف من المصريين اللي شغلين في الكويت المرة دي الكويت اللي طلعت قرار بإنهاء خدمات 33% من المغتربين المصريين حسب ما القرار بيقول قرارات أو قرار بإنهاء خدمات 33% من المغتربين في الكويت خطة تهدد أرزاق مئات الألاف من المصريين العاملين بالبلد الخليجي حسب هم وكاتب لكن هي الكويت يعني الموضوع خطير جدا لدرجة أنه التفاصيل بتاع الخبر بتكلم على 700 ألف أعلنت وزيرة الدولة الكويتية للشؤون البلدية ووزيرة الدولة للشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رانا الفارس الخميس 18 أغسطس عن خطة جديدة لتوطين الوظائف إذ ينص هذا القرار على إنهاء خدمات 33% من غير الكويتين في كل مرحلة ابتداء من أول سبتمبر أيلول حتى أول يوليو حزيران 2023 33% اللي هم عددهم كان بقى إذ قالت وسائل الإعلام مصريية أن الخطة قد تهدد بعودة 771 ألف مصري وإن المرحلة الأولى هتبدأ في سبتمبر اللي هو جيدة وعلى أن تبدأ مرحات تانية في فبراير من العام المقبل وعلى أن يتم مرحات تالتة في يوليو القرار ده هيأثر على سبعمائة ألف مصري سبعمائة ألف بيت أكتر من نصف مليون وده اللي كتبه الكاتب الأستاذ جمال سلطان أو يعني أهو خليني الكويت قرار يهدد ووظف أكتر من سبعمائة ألف مصري والتنفيذ ما طلع سبتمبر السؤال بقى هنعمل إيه يعني؟ هنعمل إيه؟ ما مصير العمالة المصرية في الكويت عشان كده كان لازم نشوف خبر زي ده أنه تحرك برلماني لا يعني هات الخبر بتاع مصير العمالة تحرك برلماني بشأن قرار إنهاء خدمات الوافدين في الكويت ياريت الكاتب الصحفي جمال سلطان كتب أن الكويت بتستغني عن 225 ألف مصري على أراضيها الشهر المقبل سبتمبر على أن يتم إنهاء خدمات أكتر من 500 ألف أخرين خلال عام واحد ينتهي في يوليو وقال إن رانال فارس وزيرة البلدية بتعمل على أكارت على إيقاف جميع الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع غير الكويتيين ابتداء من شهر المقبل هنا السؤال هنعمل إيه؟ وليه ما تطلعش وزيرة الهجرة الجديدة تتفاوض مع دولة الكويت على تقليل العدد على الأقل يعني وهل الدولة المصرية عندها فرص عمل لأكتر من نصف مليون مواطن جاية راجعين لها؟ ولا الدولة بس تاخد فلوسهم لكن لما يجيوا يقعوا ما توقفش جنبهم يعني هل مصر حكومة مدبولة مستعدة للمعالجة الأزمة دي؟ كان الله فعول الناس اللي بعده ترجمة نانسي قنقر